اشتركوا في القناة في ذلك الحي السكني الراقي تعلم منه ماجد حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نور الإيمان يشع من وجهه ابتسامة جميلة تعلو شفتيه دائما كان ماجد يعامل والده بحب وتفاني يقبله عندما يراه قادما يقوم إليه مرحبا بدأ الوالد يلاحظ تغير حال ماجد ما عاد يسمع صوت الموسيقى الصاخر الذي كان يخرج من غرفته ما عاد يرى بن طال الجنس الضيق الذي كان يلبسه باستمرار أصبح ماجد كثير الهدوء دائما ذكر وقافا على آيات القرآن الكريم دائما مداعبة لوالدته لكن الوالد جن جنونه هل يعقل أن يكون ماجد قد التزم واستقام لا أنا لا أرغب أن يكون لي ابن يحفظ القرآن لا أحب ذلك التشدد لا أريد ولدي إلا شابا كلاسيكيا غير متزمت وسبحان الله عشش الفساد في رأس وعقل ذلك الأب المسكين بدأت المعاناة أصبح يضايق ماجد بعبارات بذيئة ما هذه السخافات التي تفعلها لماذا تقرأ القرآن بكثرة لماذا تبقى في مصناك بعد الفجر وتنتظر وتبقى حتى يغلق المسجد يطرق عليه والده الغرفة وربما عنفه كثيرا إذا ما رآه يمسك كتابا يقرأه أو يعد بعض الاستغفارات أو التسابيع على أصابعه مرت الأيام وماجد صابر على هذه المعاملة أصبح ماجد يستيقظ لصلاة الفجر يطرق الباب على غرفة والده يا أبي الصلاة ويكاد الأب يفقد صوابه إنه لم يصلي ركعة منذ أن تزوج وهذا الابن يأتيه ذلك المغفل ليطرق عليه الباب في الليل ليقوم من فراشه الوتير حتى يصلي ما الذي حصل لابنه المجنون بدأ الأب يسيء إلى ماجد بضربه بشدة ربما كسر له بعض أشريطة القرآن الكريم وبعض المحاضرات التي يمتلكها ولكن له عنفه أكثر من مرة أمام زملائه إذا ما زاروه أمام المنزل وربما وهم على مائدة الطعام كان الوالد يقلب المائدة على ماجد ويسبه سبا شديدا إذا ما رآه يذكر والدته بدعاء الطعام في يوم من الأيام طرق عليه ماجد باب الغرفة ليوقظه للصلاة فتح الوالد الصلاة فتح الوالد الباب كانت صلاة العصر قد تم على أذانها أكثر من ربع ساعة ونظر إليه والده وبصق في وجهه وانصرف أدرك الأب أن ابنه ماجد أصبح خارجا عن الطوق وأنه تعرف على رفقة صالحة وسوف يعود بعدها إذا ما استطاع بهذا الجهد الذي يبذله الأب عن مصاحبة هذه الرفقة مرة الأيام حاول والد ماجد أكثر من مرة أن يبعده قدر استطاعته عن تلك الرفقة الصالحة ذهب والد ماجد إلى إمام المسجد المجاور بعد إحدى الصلوات كلمه بعنف لماذا أفسدتم علي ولدي ابتسم الشيخ يا أبا ماجد نحن لم نفسد ولدك بل دللناه على طريق الخير وأرشدناه إلى سبيل النجاح ابنك الآن يحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم وهو حريص على صلاة الجماعة بل لا تفوته تكبيرة الإحرام قال أيها الحقير لو رأيت ابني يمشي معكم مرة أخرى أو يذهب إلى حلقاتكم والله لأكسرن مفاصلكم ثم بصق في وجه ذلك الشيخ ليرد عليه ذلك الشيخ بعبارة واحدة جزاك الله خيرا مسح البصاقة عن لحيته ووجهه عاد إلى المسجد مرة الأيام حاول ماجد أن يتعامل مع والده بلطف يرسل إلى أذنيه كلمات المودة والأدب ويري عيني والده أخلاقا حسنة ويشعر ذلك الوالد باستعداده لخدمته والوقوف على حاجته لكن الأب ماض في عناده وغيه كان لماجد ابن عم فاسد مشهور بفسقه وضياعه اقترح عليه والد ماجد الذي هو عمه أن يأخذ ابنه في رحلة إلى دولة غربية ليبعد ابنه عن جو الاستقامة الذي يعيشه وبالفعر أسرع ابن العم إلى ماجد يا ماجد عندي لك مفاجأة سارة سأذهب أنا وأنت في زيارة لإسبانيا إنها الأندلس فهناك الآثار الإسلامية والعمرانية المشهورة وماجد لا يزال في بداية الاستقامة وانطلت عليه الحيلة واستعد للسفر مع ابن عمه كان والد ماجد قد تكفل بتذاكر الطيران وقيمة الفيزا ومصاريف الإقامة فهو كبير بل أكبر الأثرياء في ذلك الحي وفي تلك المدينة وحلقت بهم طائرة الأحزان إلى مدريد وهناك حيث لم يكن في الحسبان مر الأسبوع الأول وابن العم يحاول إفساد ماجد كانوا في فندق قريب من بعض المراقس والملاهي الليلية كان ابن العم ينزل إليها ويترك ماجد الذي يرفض مشاركته إلا أن النزهة الصباحية كان يشاركه فيها ذهبا لزيارة بعض المعالم الحضارية لكن صور النساء العارية وكثرة الفتن والمغريات بدأت تفت في عضب ذلك الشاب أقنعه ابن عمه أن هذه الملاهي مليئة بالألعاب فحسب وأنه يمكن أن يبتعد عن قوارير الخمر وعن تلك الطاولات وعن أماكن وقوف الراقصات وافق ماجد لعب سويا حاول ابن عمه أن يعقيه سجارة لكنه رفض في اليوم الثاني انتقل إلى ملها آخر وشيئا فشيئا بدأ يتابعان العروض والمسرحيات والرقصات المستمرة وأيام ثم أيام مرت خمسة عشرة ليلة وترك ماجد الصلاة التي كان يصليها في الفندق نسي الأذكار التي كان يحلص عليها صباحا ومساءا اسودت الشفتان من التدخين طيلة شهرين كاملين ذبول الجسد كثيرا من السهر وبدأت الابتسامة تعلو على شفة ابن عمه فقد نجحت خطة عمه في تحويل ماجد من الاستقامة إلى الضياع في يوم من الأيام كان في مرقص ليلي عرض عليه سجارة محشوة بنوع فاخر من المخدرات لا يستخدمها إلا المحترفون قبلها ماجد سقط في بئر الظلمات هل تتذكرون جميعا ذلك الوجه المتورد الممتلئ نورا وإيمانا هل تتذكرون ذلك الهدوء الذي كان يكتنف ماجد هل تتذكرون تلك الشعرات الصغيرة القليلة التي كانت تزين لحية ماجد كل هذا أضحى سراغ سواد حول العينين سهر ومسكرات وزنا وراقصات وتضيع للصنوات ويتصل ماجد أبي كيف حالك أرسل لي من فضلك خمسة آلاف دولار ويكاد الأب يطير من الفرحة فقد تغير ابنه كان ابن عم ماجد يخفي عن عمه والد ماجد قصة وقوع ابنه في المخدرات اسبوع آخر ويطالبان بتحويل مبلغ آخر اسبوع ثالث ويطالبان بتجديد الفيزا لثلاثة أشهر أخرى ولا تسأل عن ماجد بعدها أصبح ابن عمه يركض وراءه ليخرجه من أوكار المخدرات في شوارع وأزقة مدريد وخلف أبواب دورات المياه في المراقص الليلية البغيضة هرب ماجد من الفندق أكثر من مرة فقد تطور الأمر إلى هلوين عن طريق إبر الوريد في يوم من الأيام وتحت جسر مظلم في طرف المدينة كانت الرابعة فجرا كان ماجد يضرب إبرة جديدة يحقنها في وريده وفجأة تنهى إلى سمعه صوت نداء معروف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يا ربه قال ماجد لقد سمعت هذا النداء من قبل وصور سريعة تمر على ذاكرته كفلاشات كاميرا تصوير الليلية صورة المسجد صورة الإمام صورة ذلك المكان الجميل الذي كان يحفظان فيه القرآن لحيته الجميلة التي كان يعطرها قبل النزول في كل صلاة الزاوية المفضلة التي كان يجلس فيها في بيته في صالة المنزل ليقرأ القرآن تلك الحديقة التي كانت بجوار المسجد والتي كان يتناول فيها الإفطار مع الصحبة الصالحة غرفته سجادة الصلاة والدته الجميلة صور وصور وهو الآن بين أكوام من القاذورات تحت جسر مظلم يختبئ من كل الناس ليزرع في وريده سما قاتلا دعا ماجد داعي الإيمان وحاول أن يقوم من مقامه لكن مفعول الإبرة كان أقوى خدرته تلك الجرعة ليسلم جفناه للنوم فقد أضحى أسيرا للمخدرات أسقطتني إبرة في وحلها فانطوى العمر على ذل وهون آه منك يا أبي آه وآه بعدما كنت على حق ودين سقتني نحو الأسى يا والدي كيف أحيا وأنا عبد سجين بين أحضان الغواني جئت بي كي أعيش العمر مسكينا حزين سورة الرحمن قد أنسيتها آل عمران مضت والمؤمنون آه من ليل على أسقامه أكتوي فيه ويأتيني المنون آه لو كنت رفيقا يا أبي كنت تدعوني إلى الخير المبين آه لو كنت حنونا يا أبي ما تركت الإبن في ذل وهون ويجده ابن عمه بعد أربعة أيام يذهب به إلى المستشفى بصعوبة ويتم جزء يسير من العلاج ويصرخ ماجد أعطوني إبرة أعطوني إبرة أرجوكم تنتهي مدة الفيزة يحاول ابن العم أقناع ماجد هيا لنعود إلى الوطن ويصرخ ماجد لا أنا لا وطن لي أنا لا والد لي أنا لا أبا لي أنا لا أسرة لي أنا وطني ووالدي وأسرتي ربع قرام من المسحوق الأبيض لا لا ويستعين ابن عمه ببعض رجال الشرطة المختصين بترحيل المتخلفين من السياء ويجبر ماجد على الصعود إلى الطائرة وهناك على كرسي طيران يصرخ ماجد وابن عمه يحاول كتم صوته يربط له حزام الجلوس وطوال الرحلة صرخات ماجد الذي يريد إبرة لا تتوقف وهناك في أرض الوطن حطت بهم الطائرة بعجلاتها لتسقط مع العجلات كل الآلام والهموم على والد ماجد كان في استقبالهم فرحا مسرورا لأنه لا يعلم أن ماجد قد أصبح مدمنا كان يدرك فقط أن ماجد قد ترك الاستقامة والالتزام كان واقفا بين الجموع يبحث عن ابنه وابن أخيه ومن بعيد رأى ابن أخيه بصحبته شاب يلبس زيا غريبا له قصة شعر ملونة وهو يستند على ابن أخيه من يترى هذا القادم ما أن وصل ماجد حتى رفع كفه ليصفع والده على وجهه بأقوى ما يملك في المطار ويصرخ الوالد هل هذا ماجد؟ هل هذا هو ولدي؟ لا لا يمكن ولدي كان أبيضا وسيما ما باله اليوم مصفرا مغمقا أسودا ماذا فعلت بولدي يا مجرم؟ وينطلق الأب ليضرب ابن أخيه في صالة المطار والفتى يقول يا عمي هو من وقع في المخدرات هو من اختار هذا الطريق ويعود الأب بالابن المدمن الابن الوحيد يعود ليحاول أن يستر على ولده وينفق من أمواله عليه حاول أن يعالجه في المستشفيات الخاصة لكن الهموم تزيد والآلام تتفاقم تعدى ماجد على والده بالضرب أكثر من مرة سرق الكثير من ذهب والدته بدأت تجارة الأب تخسر لقد أصبح الأب يخاف من صرخات ولده واستخدامه للسكاكين في التهديد بدأ الأب يشتري له المخدرات سرا حتى لا يفتضح بين الناس والجيران في يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة ذهب الأب إلى ذلك الإمام والشيخ قال له سامحني يا أخي أنا بصقت في وجهك أنا أسأت إليك أنا عاملتك بغير أدب لكن الآن ولدي أصبح أسيرا من المخدرات أرجوكم أرجعوا لي ولدي كما كان أرجعوه إلى الصلاة أرجعوه لي جميلا طاهرا ابتسم الشيخ وقال يا أبا ماجد أدعو الله بصدق فهو الذي بيده الهدايا وحده أما نحن فلا نملك شيئا في ليلة مظلمة في آخر الشهر بعد مضي أسبوعين من هذا اللقاء كانت جنازة والد وأم ماجد يصلى عليهم في ذلك المسجد فقد قتلهما ماجد خنقا لأنهما لا يملكان أموال المخدرات ومن خلف القطبان كانت دموع ماجد تجري غزيرة لماذا يا أبي لماذا فعلت هذا بي يا أبي ألم يأمرك الإسلام بالرفق بأبنائك يقضي الآن ماجد عقوبة السجن خمسة وعشرين سنة عقوبة السجن المؤبد لأنه قتل والده ووالدته يا أيها الآباء